السلام عليكم تحية من قناة وصفات اونفدواء اليوم رح نتقسم معكم تدبيره ولا اروح كيم بزاف اللي حوصوا عليها كيفاش نحو فاسي المون او بكل سهولة لازي تيكات اوتوكولونت او الملسقات اللي جو في الصحون اللي نشره مجدد ولا لازي تيكات اللي جو في البلارات وما نقدروش نحوهم ما منغسلوا عدة مرات هدوك البلارات ويبقاوا لازقين قبل ما نبدأ في الوصفة او في التدبيره ماذا بكم تحطوا لي جام قبل المشاهدة وتخلوا لي تعليق مشجح كما عدتوني إذا عجبتكم التدبير مع لكم مغير تفرطجوها بين احبابكم اصدقائكم حكذا باش كامل تستفادوا ونقل لكم مشاهدة طيبة هي طريقتين رح نديرهم امامكم وتما تختاروا الطريقة لتساعدكم كين هذه الطريقة اللي رح نديرها في الصحون والطريقة التانية رح نأبليكيها في البوكان هنا وش جبت جبت ورق المطبخ او الورق المصاص والبابي أب صوبون قطعته مربعات على حساب التيكت او الملساقات اللي متواجدة في الصحون نجيب هادك البخودوي اللي نمسحو به الزجاج لمسح الزجاج نرش شوية على الملساقات وبعدها نحط بابي أب صوبون ونزيد الرش شوية كي ما راكم تشوفوا وبعدها نخلي الصحون التوعي مدة خمس دقائق ونعاود نولي لهم يعني ندوره شوية تعودوا تولوا راحين يتنحوا بكل سهولة يعني حتى لا كون اللي تكون اللاسقة يعني مش يغل بابي راح تنحى ولكن حتى لا كون راح تنحى يعني يتنظف كمبلتما هداك الصحن معلكم غير تسدوه تغسلوه بسائل غسيل الاواني كي ما راكم تشوفوا يعني حاجة عملية وبزاف بزاف سريعة إذا كنتوا نسيتوا جام وتعليق غالياتي معلكم غير تحطوه للآن حتى تطلع لنا الكيفية والتدبير في محرك البحث وكامل يستفادوا منها كي ما راكم تلاحظوا أنه التفاعل له قليل بزاف المشاهدات قليلة والقناة را هي في تدهور يعني ماهيش تطلع را هي تعاود تنزل ما على باليش علاش إذا كانت الإشعارات ما توصلكم شو الله ما على باليش المهم كي ما قلتكم برضجوا الوصفة بين أحبابكم حكدا كامل يستفادوا شوفوا الصحون هنا غير مسحة خفيفة لكم تشوفوا حتى لاكل ما تبقاش فيهم لو غنا نديهم نغسلهم نوريهم لكم كي يكونوا نظاف وهادو هما صحون توعي بعد ما غسلتهم ونشفتهم كيف شو الله وهذه هي الطريقة الأولى ما الطريقة الثانية راح نديرها هنا على هاد البوكال كي دايما ننشروا البوكالة هادو فيهم الماييس ولا فيهم هكدا حسيلة ولا تبقى هكدا لزقاء وحنا نحتاجهم نغسلهم ونضيروا فيهم لتيزان ويعني تقلقنا هذيك تقال لزقاء هنا واش نديرو نجيبوا السيش واق أو مجفف الشعر ونبدأوا هكدا انسخنوا في هادا كل مكان هكدا بش هذيك لكل الدوب يعني ملدخل مدة دقيقة هكدا كي تتلمسوا هذيك بلاسة تبقى تلقاوها سخونة تماك حبسو وراحين تنحوا هادوك الملسقات بكل سهولة كي ما كم تشوفوا ان شاء الله تكون فادتكم التدبيرات على اليوم كي مزاف منكم اللي راهم احوسوا عليها معلكم غير تبارتجوها بين احبابكم وناسكم هكدا باش كامل تستفادوا كي ما راكم تشوفوا البوكال تعيره ويشعل الشعيل اندي فيه وش حبيت يعني دلو فيه كي ما قلت لكم لتيزار ولا دلو فيه هكدا يعني حتى لكم فتور تعقموه ودلو فيه المأجون ولا وهدو هما تاني الليزانسيات كي ما راكم اتلاحظوا هذي هي تدبيرات تعنات على اليوم انقلكم شكرا على حسن المتابعة والى اللقاء في وصفات اخرى باذن الله